حركة الفتحة الأهداف التعليمية التعرف إلى اسم حركة الفتحة التعرف إلى صوت حركة الفتحة التعرف إلى شكل حركة الفتحة التعرف إلى الطريقة الصحيحة لكتابة حركة الفتحة قراءة الأحرف التي تم تقديمها مع حركة الفتحة تكوين كلمات تحوي الأحرف التي تم تقديمها مع الفتحة أحبائي الصغار أهلا بكم من جديد سنتعلم اليوم شيئا مختلفا شيئا له صوت قصير وشكل صغير يجلس فوق الحروف أنتم لا تعرفونه وأنا سأعرفكم عليه هيا بنا سأخذكم معي في رحلة إلى غابة الحروف انظروا إليها إنها غابة مليئة بالحروف كان يا مكان في غابة الحروف كانت الألف تمشي على الطريق وهي تنظر إلى الأشجار وبينما هي تمشي لم تنتبه لوجود حجر في الطريق فتعثرت به وسقطت على الأرض وانكسر منها كسرة صغيرة وقالت بصوت قصير أنا الفتحة وصوتي أ تسأل الألف من أنتي فتجيب الفتحة أنا ابنتك الصغيرة واسمي فتحة وصوتي يشبه صوتك ولكنه أقصر أجلس فوق الحروف وهذا شكلي أنا الفتحة أنا الفتحة أنا الفتحة صوتي أ صوتي أ أجلس فوق الحروف وهذا شكلي ديمة م م مهند ن ن طبق ب ب حسنا يا أحبائي والآن لنتعلم كيف نكتب حركة الفتحة إذ إن لها شكلا واحدا في أول الكلمة ووسطها وآخرها وتكتب فوق الحروف ها هو سطر الكتابة لنبدأ من الأعلى من ناحية اليمين بطريقة مائلة إلى الأسفل إلى ناحية اليسار نرسم شرطة مائلة نعم هذا رائع والآن أحبائي لنقرأ معاً ب س ر س ب ر والآن أحبائي سنجمع هذه المقاطع معاً لنقرأها كلمة واحدة س س ر س ر س وكذلك سنجمع هذه المقاطع معاً لنقرأها كلمة واحدة ر س ر س ر باستخدام القلم الظاهر على الشاشة مرر القلم لترسم على الخطوط المنقطة ما يمثل شكل الفتحة أصدقائي الأذكياء في الصورة أربع رسوم لحركة الفتحة أوجدها بالنقر عليها وأخيراً أحبائي قبل أن أقول لكم إلى اللقاء في الدرس القادم إليكم ما تعلمناه اليوم تعلمنا معاً اسم حركة الفتحة وصوتها شكل حركة الفتحة ومكانها رسم حركة الفتحة فوق الحروف قراءة كلمات تحوي حركة الفتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر